قد الله صباحكم مشاهدين أهلا بكم في جولة اليومية لقراءة في علوينيا الصحف في معرض الصحافة والبداية هذا اليوم ستكون من جريدة الشروق اليومي التي عنونت صدر صفحتها الأولى كما تتابعون وتكتب الشروق إذا زيادات جديدة في الأجور ومنحة البطالة نهاية 2022 كما تكتب في هذا الملف الجالي الجزائري في فرنسا ماما حتمية المرشح لقل سوءا في الاقتصاد تكتب ورشاة النجارة مهددة بالزوال بالإضافة إلى مواضيع أخرى متنوعة في أرياضة وفي الصحة وفي الاقتصاد من نفس الجريدة اخترنا لكم هذا المقال الذي جاء في الصفحة الثالثة تقرؤونه مفصلا بأتأكيد ونحن نقرأ لكم قليلا منه الجالية الجزائرية ماما حتمية اختيار المرشح الأقل سوءا يكتب صاحب هذا المقال تنزل هذا الأحد الجالية الجزائرية والمسلمة عموما إلى صناديق الاقتراع في فرنسا في دور الثاني الحاسم من الانتخابات الرئاسية وشعارها العمل من أجل إيصال المرشح الذي يحمي مصالحها إلى قصر الإليزيه أو على الأقل اللي يضر بها بقية التفاصيل تقرؤونها كاملة في الصفحة الثالثة من جريدة الشرق اليومية الصادرة بتاريخ اليوم الأحد 24 أبريل والموافقة للثالث والعشرين رمضان من عام 1443 للهجرة ترنا لكم هذا الموضوع أيضا من جريدة الشرق اليومي سوء التوجيه وراء رصوب 45% من مترشحي الباك حسب تعبير الجريدة أبواب مفتوحة على التوجيه المدرسي هذا الأسبوع عبر الوطن ويكتب صاحب هذا المقال تنظم وزارة التربية الوطنية الأسبوع الوطني للإعلام والأبواب المفتوحة على التوجيه المدرسي تقرؤون بقية التفاصيل في عددها اليوم إلى الصفحة الخامسة من نفسها الجريدة ويكتب صاحب هذا المقال يعنونه كما تتابعون ورشات النجارة تحت ذرق وحرفيون يستغيثون تشهد أسعار الخشب ارتفاعا قياسيا جديدا في الأسواق بزيادة تجاوز 300% خلال السبع الأخيرة بسبب تجميد رخص الاستراد واحتكار هذه المادة من طرف عصابة من التجار والسماسرة حسب تعبير الجريدة الذين أشعلوا نارا مضاربة في الأسعار والتي أحرقت بلهيبها ورشات النجارة التي تمر بأسوأ أيامها حيث أعلنت الكثير منها الإفلاس وعجزت عن مقاومة زيادات التكاليف التي رفعت ثمن الأثاث لمستويات غير مسبوقة ما ساهم في تراجع الطلب لينطلق أو ليطلق التجار صيحات الصغاثة لإنقاذ هذه الحرفة من الزوال وهو روبرتاج لجريدة الشروق في عددها الصادر لنهار اليوم إلى جريدة البلاد وعناوينها تكتب البلاد صدر صفحتها الأولى رئيس يعلن عن زيادات جديدة في الأجور ومنحة البطالة ويكشف مفتشية رئاسة تحقق في ندرة الأدوية والمواد الأساسية وبالخط العريض وباللون الأحمر تكتب عملية كبرى لتوزيع السكنات في 5 جوليا القادم التحقيقات تنفي وجود اختفاء قصري لحراج جزائريين ومواضيع أخرى بالتأكيد في أرياضة بالماضي باق على رأس الخضر من جريدة البلاد اخترنا لكم هذا المقال إذن عنوانته بالتالي عملية كبرى لتوزيع السكنات في 5 جوليا القادم هو موضوع جاء نقلا عن تصريحات وزير السكن والعمران والمدينة الذي أمر أمس بالانتهاء من كل المشاريع السكنية طور الإنجاز وكشف عن بقية المواضيع التي تقرؤونها بالتأكيد مفصلة في عدد اليوم من جريدة البلاد إلى جريدة المساء الصادرة لنهار اليوم مشاهدين اخترنا لكم هذه العنوين أكبر عملية توزيع السكن في الذكرى الستقلال وهي أغلب العنوين التي جاءت في صحافتي الوطنية الصادرة لنهار اليوم وهي تصريحات وزير السكن محمد طارق بالعريبي بالإضافة إلى تصريحات رئيس الجمهورية التي أدل بها إلى صحافتي الوطنية ونقلت المساء بعضا منها رئيس تبون يوجه تطمينات ويضبط البوصلة مجددا إذن تعديل حكومي وزيادات جديدة في الأجور ومنحة البطالة بداية من جنفيا المقبل تعديل الحكومي سيكون حسب النتائج والمقياس مدى تطبيق قرارات مجلس الوزراء نقلا عن تصريحات رئيس الجمهورية 160 مطحنة تتلقى الدعم من الدولة وتقوم ببيع القمح مباشرة لمربي المواشي لإضافة إلى مواضيع أخرى فتح مراكز عمومية أو مراكز عمومية لعلاج العقم عبر الولايات بقية المواضيع تقرؤونها في عدد اليوم من المساء واخترنا لكم هذا المقال الذي كتبه صاحبه وعنوانه بالتالي مناظلات ينددنا بقمع الاحتلال المغربي وهمجيته إذن في الصحراء الغربية في هذا الشأن الدولي كتب صاحب هذا المقال نددت مناظلات صحراويات في مدينة بجدورة المحتلة بالقمع والاعتداءات المتواصلة التي تعرضنا لها على يد قوات الاحتلال المغربية بسبب حملهن من أجل تحرير المواطنة سلطانة خية التي تقبع في إقامة جبرية منذ سنة التفاصيل تقرؤونها في صفحتي السابعة من جريدة المساء إلى جريدة الشعب الآن التي عنوانات رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم يدرس ويصادق ويتابع مشاريع قوانين إذن تعديل حكومي سيكون حسب نتائج كل قطاع بالإضافة إلى مواضيع في الشأن الدولية البوليزاريو نريد ترجمة الأقوال إلى إجراءات ملموسة بالإضافة إلى هذا الموضوع في الوضع الوبائي تنقل الشعب إحصائيات وزارة الصحة فيما يتعلق بوباء كوفيد-19 من جريدة الشعب اخترنا لكم هذا المقال إذن زيادات في سوق الملابس بـ 40% قبيل العيد حيث قال رئيس الكونفيدرالية أو الفيدرالية الجزائرية لحماية المستهلك أن القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري تعرف تدهورا منذ سنتين كيف ولماذا التفاصيل تقرؤونها في جريدة الشعب الصادرة لنهار اليوم جريدة النصر هي الأخرى عادت إلى تصريحات رئيس الجمهورية وعنونت صدر صفحتها الأولى زيادات جديدة في الأجور ومن حتى البطالة بداية من جانفي تخصيص 71 مليار دينار لإنجاز 60 ألف سكن فيما تم توزيع 54 ألف وحدة في الثلاثي الأول الجزائر تتوفر على كل مقاومات التجدد والانطلاق وهي تصريحات الفريق السعيد شنجريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي رهانون على رفع التصاعد لصادرات خارج المحروقات كان هذا كل شيء مشاهدين بالنسبة لعنوين الصحافة الوطنية الصادرة لنهار اليوم إلى اللقاء